شهر اغسطس لعبة أوبركوكت الجماعية اللي نزلت و سوت صخب و الناس عجبوها كثير لحقة الطبخ راح تنزل مرة ثاني بجزء ثاني لها و بيكون فيه أربع لاعبين أونلاين و راح يكون أيضاً خمس شخصيات بدل أربع شخصيات التي كنت تلعب فيها من نفس الوقت و بيكون فيه طبعاً طور القصة المعروف و فيه تطويرات كثيرة في اللعبة تحسنها ويهابي فيو لعبة ويهابي فيو صالة نازلة فترة طويلة بس كانت بيتا أو الحين أخير راح تنزل إصدار رسمي و كامل و راح تكون تلعب شخصية من ثات شخصيات و كل واحد من الشخصيات لها قصة خاصة تلعب فيها و طبعاً الهدف واحد هو أنك تهرب من المدينة الملعونة اللي هم موجدين فيها نظام اللعب راح يكون منظور أول و أيضاً يكون فيه عناصر الار بي جي و عناصر البقاء يعني بيكون فيه سكشاف كثير في اللعبة سلسلة شن مو من الألعاب النادرة اللي فيها شعبية كبيرة لأنك للأسف الناس كثير ملعبوها و السبب يرجع أنها نزلت على جهاز لدريم كاست و ناس كثير ما اشتروا الجهاز هذا عشان كذا سيقا قررت أنها راح تنزل جزء ثالث اللعبة و طبعاً هجزء لسه ما نزل و أعلن أنه راح ينزل ولكن قرروا ينزلون أيضاً الريماستر حقز الأول و الثاني بحيث الناس الجزء اللي ملعبوا السلسلة يقدرون يلعبونها و راح يكون فيها تمثيل صوته ياباني و تمثيل صوته إنجليزي في اللعبة نفسها و طبعاً بيكون فيه تحسين في الرسوم و تحسينات جانبية لها علاقة في أداء اللعبة ياكوزا كوامي 2 نجاح ياكوزا زيرو و ياكوزا كوامي خلى سيقا أنها تقرر تسوي ريميك أيضاً للجزء الثاني من السلسلة و هو يعتبر ياكوزا كوامي و راح يكون يعمل على محرك الدراغن اللي هم اشتغلوا فيه و سووا ياكوزا سيكس بيكون هذا تقريباً ثاني لعبة تشتغل فيها الدراغن انجين و طبعاً مثل ما تعودها من قصص ياكوزا راح يكون فيها يقصة ملحمية جميلة و أيضاً راح يكون فيها مهمات جانبية كثيرة و تسوي حاجات كثيرة في اللعبة Monster Hunter Generations Ultimate هذه اللعبة انزلت قبل على الجهاز 3DS و طبعاً باحت بنجاح كبير طبعاً اللعبة هذه اسلوبها زي اسلوب ألعاب Monster Hunter القديمة اللي طبعاً تختلف نوعاً ما عن اسلوب Monster Hunter World و راح تنزل على الجهاز نتندو سويتش PES 2019 الجزء الجديد من لعبة PES راح يكون فيه تطويرات جديدة في اللعبة و تحسينات كثيرة و راح أيضاً يستخدم جهاز الفوكس انجين اللي صار يستخدم مؤخراً من قبل لعاب PES و طبعاً كان فيه كثير من المخاوف انه اعلان شركة كونامي انه ما راح تجدد حقوقها لبطولة دوري الأبطال الأوروبي اللي طبعاً تميزت فيه السلسلة بالسنوات الماضية لكن الشركة و عدث اللاعبين انه راح تقدم عدد كبير من حقوق الأندية و المنتخبات في هذه اللعبة ناروتو تو بوروتو شينوبي سترايكا وهي تعتبر اللعبة القادمة من شركة بانداينامكو لسلسلة ناروتو أو خنقل بوروتو صراحة فيه سلسلتين حين في الواحد قامي لقبض اللعبة راح تكون فيها تركيز كثير على طور الأونلاين و طبعاً يكون طور الأونلاين الكواب انك تكون فريق مع أشخاص تكونون انتم أربعة وتروحون تخلصون مهمات و تشلنجز في اللعبة ضد ناس ثانين أونلاين و طبعاً انك تختار شخصية من شخصيات ناروتو أو بوروتو المشهورين أو انك تسوي شخصيتك الجديدة وتلبسها لتبع وهذه كانت للاحاتنا لشهر أغسطس في الألعاب قلونا إذا عجبتكم ولا لا و أيضاً قلونا إيش الألعاب إنه وين تشترونها من هذه اللعحة شكراً للمتابعة كما معكم فاد الشيحة مع السلامة شكراً للمتابعة